بعد مرث طويل من المفاوضات تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الإحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي النص المنبثق عن مفاوضات مطولة واصل خلالها المفاوضون الليلة بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 المنعقد في دبي تم إقراره بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين حوالي مئتي دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر إنه قرار تاريخي لتسريع العمل المناخي يجب أن نكون فخورين بهذا الإنجاز التاريخي والإمارات العربية المتحدة بلدي فخورة بالدور الذي أدته للتوصل إلى الاتفاق من جانبه شدد المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري على أن اتفاق دبي يدعو إلى التفاؤل في عالم يعاني من النزاعات يجب على الجميع هنا أن يكون سعداء لأنه في عالم مليء بالنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وجميع التحديات الأخرى لكوكب ينهار فإن هذه هي اللحظة التي اجتمعت فيها التعددية بالفعل وأغذي البشر في الإهتمامات الفردية وحاولوا تعريفها إلى الصالح العام تزامناً مع ذلك اعتبر الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن عصر الوقود الأحفري يجب أن ينتهي ويتضمن الاتفاق كذلك الدعوة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة وطيرة تحسين كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030 وتسريع التكنولوجيات ذات انبعاثات صفر كربون أو المنخفضة الكربون بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجين المنخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وهي ما زالت غير ناضية ولكن تحبذها البلدان الغنية بالنفط حتى تتمكن من الاستمرار في إنتاجه ترجمة نانسي قنقر